بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم أحبتي الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله وبركاته وعظم الله جورنا وأجوركم بذكرى قضية الإمام الحسين واستشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه صلوات الله والسلام عليهم أجمعين وكما عم ودناكم مشاهدين الكرام في السنوات الماضية فإننا نتناول ملف خاص بقضية الإمام الحسين في برنامج حياة المصلفين وهذه الحلقة ستكون بداية ملف مهم مرتبط بالإمام الحسين عليه السلام وهذا الملف بعنوان الإمام الحسين عليه السلام سؤال الله الأكبر سنتناول هذه القضية في حلقات متعددة في هذا الشهر شهر محرم الحرام وكذلك في شهر صفر بإذن الله تعالى دعوني ابتداءاً أرحب بضيف البرنامج دام الأستاذ عباس ألوها بالشمر حكراً أستاذ عباس أغم الله أجر 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 أستاذ عباس كما عودنا المشاهد الكريم وأنتم سباقون لهذه القضية فإنكم تهتمون بقضيمة الإمام الحسين عليه السلام وهذه المرة اخترتم قضية قد تكون مختلفة عن باقي القضايا وهو أن الحسين عليه السلام هو سؤال الله الأكبر هذا الملف قد يكون غير مفهوم أو العنوان غير مفهوم عند البعض وقد يكون أول سؤال يطرح عن العنوان الحسين عليه السلام سؤال الله الأكبر لماذا لا يكون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو سؤال الأكبر أو أمير المؤمنين أو الزهراء أو الحسين أو الحسن عليه السلام لماذا الحسين هو سؤال الله جميعهم قتل اللهم صلى على محمد وآله محمد السلام وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين هذا السؤال مهم أنه لماذا مثلا نختار أن يكون الحسين عليه السلام هو سؤال الله الأكبر ونحن نعلم بأنه مظلومية رسول الله صلى الله عليه وآله مظلومية كبرى مظلومية مولانا أمير الممليين مظلومية الزهراء عليه السلام مظلومية الحسن لكن هذا السؤال ممكن أن يطرحه الذين يحاولون أن يفرقوا بين أصحاب الكساء أما نحن نتخذ أصحاب الكساء باعتبارهم حالة واحدة حالة واحدة وموضوع واحدة لكن عندما يكون هناك وضوح في الجريمة أعلى من سواها يعني مثلا عندما تناقش قضية رسول الله ويطرح موضوع كيف أستشهد رسول الله البعض مثلا في بطون الكتب يذكر بأنه استشهد نتيجة أثر سم معين نعم قبل سنوات يعني توجد إشارات معينة لكن دون وضوح تام يعني كأنما المجرم يحاول أن يخفي طيب يعني اغتيال للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مع محاولة تغطيه للجريمة كي لا تنكشف في قضية مولاتنا الصديقة الزهراء عليه السلام الجريمة تبدو واضحة لكن التاريخ يحاول أن يغيرها يحاول أن يطمسها يحاول أن يشكك فيها يحاول يحاول المولانا الإمام الحسن تعلمون أيضا دس له السم ودس له السم من خلال مؤامرة اشتركت فيها جعدة اللي هي بنت الأشعث في بيته قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضيتهم جميعا لكن أن يعني تنقض عسلان الفلوات تنقض الوحوش الظالة تنقض الأمة بهذا الشكل العجيب لأنه عندما نقول الأمة باعتبار أنه من أعلى من أعلى سلطة موجودة في الأمة تصدر الأوامر وتجيش الجيوش للإجهاز على الإمام الحسين وهو بقية أصحاب الكساء وأهل بيت رسول الله معه وخيرة الناس خيرة الأصحاب معه جهارا نهارا بهذه الطريقة بهذه الوحشية لا يبقون للحسين حتى مجالا حتى عندما يخاطبهم في يوم عاشوراء بخطب واضحة الدلالة من أنه أنتم من قدمتم الرسائل أنتم من بايعتم إذا كنتم الآن نقضتم غيرتم آراءكم فلماذا هذه المحاصرة لماذا لا تكتفون إلا بدمائنا حتى بعد القتل يعني إذا دخلنا في قضية الإمام الحسين قضية الإمام الحسين يعني مرجفة يعني فيها شيء يجعل الإنسان أصطني يعني يحار حتى بعد القتل لحظة القتل ممكن أن تأتي بعدها لحظة صمت لحظة سكون أنه قتل الإمام الحسين لأنهم يعلمون منه الإمام الحسين لكن نلاحظ بأنه إلا تدوس الخيل على صدر الإمام الحسين إلا يقطع الرأس ويبرد بالرأس في الأمصار إلا تسبل النساء يعني مو لحظة مثلا نقول بأنه حصلت أحيانا حالة أو فورة أو كذا بعد ذلك عندما وقعت الجريمة نحن نلاحظ حتى أحيانا المجرم عندما يرتكب جريمة معينة مثلا يقتل أو كذا فبعد وقوع القتل ممكن أن تأتي لحظة صح و لحظة صحيح لكن هنا استمرار للجريمة وإذا أردت استمرار واستمرار لطمس معالمها وبعد ذلك تصدر عندك حالة أغرب ما تكون إلى الجنون من أنه المجرمين الذين قتلوا وبادروا وخططوا بعد ذلك إذا أراد أحد أن يذكر هذه الجريمة وينال منهم تجد آلاف مؤلفة من الناس مناهج معينة تحاول أن بالعكس تدافع وتقول بأنه لا هو بالنسبة إليه مثلا قضية يزيد بأنه يزيد لغ البعض الذي يعتبره خليفة و الذي يعتبره معرفة واذا يعتبره أمير مؤمنين فأنت تحارم مثل هذه الجريمة فعندما نقول أنه الإمام الحسين سؤال الله الأكبر لأنه حجم الجريمة عالي جدا وشدة الوضوح عالي فلا يستطيع عندما يعني يحتج الله على الناس يوم القيامة لأنه عندما نقول سؤال الله الأكبر نعم نحتاج إلى توضيح إلى توضيح العنوان لأنه أنت سؤال الله الأكبر الذي سيسألك عنه يوم القيامة الجميع الجميع وإذا لم من يوم الحسين إلى هذا اليوم طبعا نحن اليوم إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها صح اليوم إذا نهيئ أنفسنا الآن ونقول ما هي يعني ما هي القضية التي يمكن أن تأخذ بأعناقنا يوم القيامة ستكون قضية الإمام الحسين أولا لأنه قضية الإمام الحسين أوضحت وبيّنت ما خفية من جرائم قبلها يعني الآن إذا كان أكو مثلا تردد في جرائم سابقة يعني يعني يأتي أحد يشكي كل مولاتنا الصديقة الزهراء ماتت موتا طبيعيا والأحداث التي جرت ما كان فيها قضية استشهاد وما إلى ذلك الجرأة على الإمام الحسين تظهر بأنه الناس هم الناس القوم أبناء القوم القوم امتداد لهؤلاء فلا يمكن بأنه تكون القضية يعني لنقول تعبيرات أو أمور وجدت في بطون الكتب وإنما توجد عندنا إشارات على أن هؤلاء القوم غير متورعين وهؤلاء هم يعني آبائهم يعني مثلا عندما تحدث عن يزيد فمباشرة يأتي إلينا معاوية معاوية الأب معاوية الذي حارب أهل البيت أبو سفيان الذي حارب أهل البيت كل هذه الأمة والذين جاءوا بهم إلى السلطة بعد السقفة كل هذه الأمور مجتمعة تنكشف في قضية الإمام الحسين انكشاف على أعلى ما يكون طيب هذه النقطة أولى نقطة أولى باعتبار أنها قضية الإمام الحسين كشفت السابقات نعم كشفت السابقات وحجم الجريمة قلنا طيب وشدت وضوحها بحيث أصبح يعني الحق لا يمكن أن يختلط مع الباطل يعني المناهج الآن بعد ما يستطيع أحد أن يقف بين يدي الله بعد مقتر الإمام الحسين بعد دم الإمام الحسين ويمكن أن يقدم يعني أي حجة مقبولة من جهة بأنه اشتبهت الاشتباه لن يحصل بعد قد لجانب من جانب قضية الوضوح طبعا الإنكار في الحياة الدنيا نحن قلنا بأنه ما عندك سلطة أنت سؤال الله الأكبر عندما يعني امتثال اللي قول الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون الناس يوم القيامة تسأل وتسأل عن ما بددتهم النعم لله تبارك وتعالى وأكبر نعمة بددت هي نعمة الولاية نعم الولاية عندما بددت يعني بمعنى أنه الناس ذهبت إلى 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 طواغيت إلى جبابرة وبايعوهم واتفقوا معهم قل ما شئت في هذا المجال لكن عندما اتجهوا هذا الاتجاه وأصبحت هناك يعني نوع من الانشقاق من الاختلاف في الرؤية في المنهج مع مع الإمام الحسين القضية أصبحت عدوان وعدوان واضح ومباشر وسافر العدوان السابق كان يأتي لكنه كأنما مقنعا يعني كأنما لا يريد أن يظهر وجهه مباشرة هنا لا يزيح اللسام ويظهر وجهه ويبدأ بالمواجهة مع أهل البيت بشكل واضح فالآن إذا جاء أحد وقال بأنه أنا بالنسبة لي لا أجد بأنه يعني ما كانت القضية واضحة بالنسبة لي طبعا الله تبارك وتعالى مع دم الإمام الحسين لا يمكن أن يمضي هذا الأمر لأنه أنت عليك أن تنتبه إلى أنه الإمام الحسين وتبدأ بالسؤال من النقطة الآتية كيف سفك دم الإمام الحسين من أناس يؤمنون بأن جده رسول الله هم هم يدعون بأنه هم يقومون مقام الرسول يعني الآن الإسلام ما صار انقلاب عليه ما معناه ما صار انقلاب عليه اعتبار اللي قاتل الإمام الحسين مو من خارج الإسلام يعني مو إجوا ناس قالوا لا الرسول ليس رسول مش شخص منكر للرسول لا مؤمن بالإسلام ومؤمن بالرسول ويؤدي ما أداه مع الإمام الحسين يعني لو كان قتل الإمام الحسين على يد أناس جاءوا مثلا من الروم من الفرس صح جاءوا بدياناتهم الموجودة بغض النظر ديانات يعني سماوية أو أرضية شون من من إجاهه لكم مثلا هذا إجاه المغول مثلا الموضوع يختلف لأن هؤلاء لا يؤمنون بأنه الحسين من رسول الله ولا يقولون بأنه نحن نمثل مشروعية السماء صح في إقامة دين الله طيب خلينا بهذه النقطة سيد عباس الآن يثار سؤال يقول سيد عباس شي رأيدي يقول في داخل دائرة الإسلام قتل الإمام الحسين ما هو أهنان المشكلة المشكلة معناها أنت الشخصة أنه هنا المشكلة مشكلة الأعظم خلينا نقول طبعا معناها الإسلام هنا أصبح شكل رسم عنوان لكن المضمون مضمون غاية بالخطورة لأنه كيف الإسلام يجهز على نفسه لأننا الإمام الحسين هو الإسلام يعني الإمام الحسين لا نجد تعريف له حقيقي إلا أن يكون هو الإسلام بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين هسا حسين مني حتى ذا ردنا نعتبرها القضية النسبية نسبية ممكن أما أنا من حسين أنا من حسين يعني الحسين يشكل وجودا لي وجود الرسول في الأمة معروف بأنه الرسول هو محور الدين لأنه طاعة وطاعة الله إحنا ما نستطيع أن نجد عناوين تبين لنا القطع بأننا مع الله اليقين بأننا مع الله إلا طاعة الرسول صحيح يعني دينيا لا يستطيع مؤمن أن يقول بأنه هو فعلا قد أدى ما عليه من واجب الطاعة إلى الله إلا بطاعة الرسول هذا الدعاء جميع سيد رباس مدعاء أنا أحكي على مستوى خضري أنه هذا الدين يعني على مستوى الطرح والكلام الجميع يقول نحن نطيع الله عبر الرسول أي أنت اليوم أنت الآن مسلم إذا قلت لك ما هو اليقين عندك بأنه الله يتقبل ما تؤديه من أعمال ممكن تضطي نسبة هسا هذه النسبة صحيحة خطأ المهم تضطي نسبة أنت تقدر بس مستحيل تقول مئة بالمئة أنه أنت اللي جاي تؤديه صحيح ما نقدر نزم جزم مهم أنه أنت لكن هذه الأعمال أكثرها أكثرها عبارة عن يعني استنتاجات توقعات من أنه هذا اللي يريد الله لكن بالنسبة للي طاعه الرسول يعني في عصر الرسول ورسول يقول لك تعالى معي نجاهد مثلا في سبيل الله وتذهب معه في هذه الحالة طاعة الرسول إذا قال لك واحد أنه أنت قد عندك نسبة أنه الله تبارك وتعالى سيجزيك ويتقبل أكيد مئة بالمئة لماذا؟ لأنه أنت عندك المعيارية صح المعيارية هو الرسول حتى على أبعد الحدود يعني نجد أن نصل إلى مرحلة العبادات العادية حتى نوضح الأمثلة نبني واضح نحن اليوم نصلي الصلاة التي نصليها الآن هي استنتاج مما ذكر لنا بأن الرسول صلى هكذا كان يصلي هكذا وممكن أن يكون اختلافات جوز نعم حتى بين الذين ينقلون يصير أن يكون اختلاف صحيح طيب لو أنت تصلي مع الرسول مئة بالمئة مئة بالمئة هذا الصيام فإذن الرسول ماذا يشكل يشكل جوهر الدين المعيار المعيار من عنده تجد تعاليم صحيح وعلى ضوء أوامره إذا أنت طبقتها معناها أصلا أنت عصمت نفسك إذا طبقت أوامره صحيح فحسين مني وأنا من حسين إذن عادت العملية برمتها إلى الحسين فالحسين هو الدين هو الإسلام عندما نأتي الآن ونقول بأنه المسلمون قتلوا الحسين إحنا بعد السؤال ما أمامنا إما كلمة المسلمون نرجع لها نحللها نقول شون مسلمون كيف ننعتهم بالمسلمين وهم قتلوا الإمام الحسين هذه القضية إذن لا يمكن أن تكون كذلك يأتي أحد الآن نفس هذه الفكرة يقول لك مؤيد المسلم لا يمكن أن يقتل الحسين كيف يقتل الحسين وهو سيد شباب أهل الجنة عندنا عبارات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه العبارات تجعل القضية مقفلة على من حاول أن مو فقط يقتل الحسين رضي بقتل الحسين يعني غفل عن قضية البحث في قتل الحسين لأن كل هذه القضايا هي مواقف تسأل عنها فإحنا مون فقط أن نحاسب أولئك النفر الذين يعني شاركوا مباشرة بقتل الإمام الحسين إذا وصلت إليك قضية قتل الحسين موقفك منها ما هو هل تبحث أم لا تبحث كل هذه الأمور تدخل إذا كان الحسين سيد شباب أهل الجنة فسيد شباب أهل الجنة هذه مو قضية اعتبارية يعني الرسول بن يقول أنه الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة السيد بمعنى السيد هو الذي يأمر ويطاع السيد مو هو أجمل الفتيان أهل الجنة يعني مو جمال ماذا يتحدث عن جمال أو قوة أو شجاعة أو أناقة حسب اللغة إذا قلت فلان سيد القوم فإذن أنت لا يمكن بعد أن يشم رائحة الجنة من يعادي سيدها الجنة أصلا هي كلها شباب ما فيها فإذن أنت إذا أردت أن تدخل الجنة لا يمكن أن يكون موقفك مع الإمام الحسين موقف سلبي ثم بعد ذلك تدخل الجنة فإذن عندما يكون أمامنا سؤال يوم القيامة عن موقفنا من الإمام الحسين علينا أن نتحرى من الآن كيف سنجيب عنها السؤال أولا أن القضية هل نعتبرها قضية تاريخية وقعت وانتهى الأمر أم لا بد أن نقول بأنه قضية الإمام الحسين قضية تاريخية وقعت وهي مستمرة الآن إذا أردنا أن نبحث هل هي مستمرة أم ليست مستمرة اللي يحاولون بأنه يقولون بأنه قضية زمن خلينا نفصلنا سؤال عباس حتى لو تسجلن أمامك سؤال عباس الآن الحسين هو السؤال نعم ونساءل نعم أول سؤال يطرح من يساءل من كان حاضر من كان في زمان الحسين أم من جاء بعد الحسين هذا أمر مهم الآن الآن البعض يقول أنتم تعودون بالتاريخ إلى زمن قضية الإمام الحسين وتطرحون السؤال على من حضر الآن شنو ذنبنا بالتعبير العامي احنا شنو علاقة شنو ذنبنا احنا نحب الحسين وانتهى الآن خلنا نحصرها السؤال يطرح على من كان في زمن الحسين أم على الجميع وكيف يطرح السؤال هالقضية تاريخية مثل ما ذكرت وأنه قضية تاريخية ومرت حدث صار خلاف صار هل احنا نجيب كم كبير وعدد كبير من المسلمين نساءلهم على قضية معينة مرت عليها القرون هل الله سبحانه وتعالى رحي وقفنا وإحنا بعيدين عن الحادثة والتاريخ يروي الأمور والعلماء يرويونها بطرق مختلفة الآن أنا من مذهب الشيع والآخر من مذهب آخر ومن طائفة أخرى كيف يساءلون بهذه الدقة عن قضية معينة دون باقي القضايا أنا حاولت أنه أشير إلى أنه عندما نذكر بأنه الإمام الحسين قتله مسلمون فمن هذه الناحية يجب أن نسأل الإسلام كعنوان الكل ممكن أن تدعيه فلا بد وأنه نرجع القضية إلى حقيقتها الإمام الحسين هو الذي يشكل الإسلام أنا بالنسبة إلي السؤال أنا لن أنا فهمت شيء اللي قتله الحسين تريد طلعهم من الإسلام لا 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 ما أحببه They tell you they will see you because of their body نحن أهم نجي على هالقضية وقال سنقول عن شخص مسلم أو غير مسلم جنابكم تقولون Malays呦 والباطми هذا قسناك قال قسناك أحب ؟ عن قسناك من تبدأ عملية البحث طيبة درجو علينا مبلufficient هل حملنا هذا السؤال ورحتنا والذي نسيحيين أو يهود أو بوذة هندوس أو ملحدين وقلنا لهم تعالوا الحسين سؤال الله الأكبر لماذا باعتبار قضية الإيمان والعقيدة باعتبار أنه الإمام الحسين عندما يقتل في ظرف داخلي ديني إسلامي الآن بعدنا منحدده صراء إسلامي معناها ما الذي حصل بحيث يؤدي إلى نتيجة أن يقتل الإمام الحسين من هو الإمام الحسين هو صبت رسول الله الإمام الحسين مدرع بأحاديث تجفل لها القلوب يعني عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا عندما يقول حسين مني وأنا من حسين عندما يقول الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قاعدا يعني إمام المسلم عندما يقول الرسول بأنه إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وعثرة أهل بيتي وعثرته الحسين هذه القضايا يعني معناها تعيد يجب أن تعيد المسلمين إلى البحث ليس المسلمين بعنوانهم الأممي بعنوان الأفراد كل فرد يقول آني مسلم ويؤمن بالإسلام فعليه أن يرجع إلى هذه النقطة ويبحث فيها لماذا يبحث فيها؟ لأنه السؤال عنها سيكون أنت لا تستطيع الآن أن تقول بأنني أنا بالنسبة إلي يحصل في الإسلام حدث بهذا العظمة بالمناسبة يعني ولا يوم كيوم قتل الحسين هذه العبارة قالها الجميع في عصر الإمام الحسين يعني صدرت عن الأئمة وصدرت عن بعض الصحابة الكل قالوا أنه لا يوم كيوم قتل الحسين لأنه هذا اليوم عجيب في التاريخ هذا اليوم مولاتنا زينب عليه السلام تقول تكاد السماوات يتفطرن منه لقد جئتم شيئا إدى هي كذا تخاطبهم أتبكون يا أهل الكفة فلا سكتت العبرة ولا هدأت الرنة أيو الله فضكوا كثيرا واضحكوا قليلا فإنما مثلكم كمثل التي نقضت غزدها من بعض قوة أنكاذ أتعجبون لو أمطر الدمن أو أتعجبون أن أمطر الدمن أن أمطر الدمن هذا النص يعني بمعنى فعلا مطر الدمن ليس بأداة الشرط أن أمطر الدمن فنتحدث الآن عن قضية الإمام الحسين لابد كل مسلم أن ينبني وعي الديني الإسلامي على قضية صلبة عندما يساءل يوم القيامة هذا حرصا عن المسلم أنه أنت الآن تعيش في عصر يفترض بأنه مجال الرؤية عندك واسع وإذا تسعت مجال الرؤية في المحاسبة أشد يعني بمعنى أنت أحيانا عندما تكون في الحدث لا تستطيع أن تبصر كل الدقائق أو تبصر كل الزوايا عندما تكون جزء من الحدث بس اللي ينظر إلى الحدث من مسافة ويتفرج هذا موقف أخطر لماذا؟ لأنه عليه أن يمتلك لنقول مسافة جيدة جدا لأنه يحدد موقفه بهدوء هو ليس جزء الآن لكن هو سيدخل كجزء عندما رغم برودة الموقف ورغم بعد الزمن وإمكانية الرؤية تكون أدق إمكانية البحث تكون أدق لكنه ينتكس لأنه ينتصر لعصبيته ينتصر لأهله ينتصر لقومه إلا لأنه هو ينتمي بيئيا إليهم من دون أن يعيد الأمور إلى الحق والباطل وإلى الله في هذه الحالة هو بالحقيقة بالحقيقة لو عاش ذاك العصر سيساهم مساهمة فعلية في القتل لأن الذين أجهزوا على الإمام الحسين هم بذات الطريقة في التفكير وإحنا مرة ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى الامتحان عنده نوعي بمعنى هو يختبرك كوعي وممكن اختبارك يكون بموقف أنت تأخذه من أنه أنت تترضى على قاتلين أو تحاول بأنه تلمع صورة قاتلين الآن هذا الطرح السل عباس الترضي على القاتلين قد يكون جزء من جواب السؤال الذي فيه ذهني والذي سنترحه بعد الفاصل وهو لماذا نحن نسأل عن مقتل الإمام الحسين بعد الفاصل أتسمحون مشاني كرام فاصل قصير نتواصل معكم في هذه الحلقة بمرنامج حياة المصطفى هذه الأيام الحزينة تعلمت منها أمورا كثيرة مولاي يا أبا عبد الله تعلمت أن أتدبر القرآن ومعانيه وأهدافه أن أتمسك بمدرسة الحق والهدى ولا أتخلى عنها أن أدافع عن عقيدتي وأخلاقي بالعلم والمعرفة والجهاد الأكبر لنفسي أن أعد العدة وأتجهز في استقبال ابنك الحجة عجر الله تعالى فرجه الشريف أن أبقى صامداً أمامك للحواصف الأموية المحاربة للعقيدة أن أكون محباً لك عاشقاً ولأبائك وأبنائك ملازمة أن أكون في حسنكم لا أفر عنكم ولا أكون عنيكم لغيركم أن أهتف باسمك يومياً لأن اسمك دواء لجروح النفس كيف لا وهو الدين بذاته كيف لا وأنت الحسين عدنا معكم من جديد مشاهدي كرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية لتكملة هذه الحلقة بمرنامج حيات المصطفين وللتذكير فإننا فتحنا ملف جديد في قضية الإمام الحسين باعتبار أننا نعيش أيام الحسين عليه السلام وهذا الملف بعنوان الإمام الحسين عليه السلام سؤال الله الأكبر مرحباً منكم من جديد سرع الخاص أحفظكم أستاذ الله يسلم سرعباس قبل الفاصل ذكرتم أن قضية الإمام الحسين يسأل عن هذا الإنسان وهل ممكن يكون لديه رضا عن من قتل الإمام الحسين الآن السؤال كان أنه لماذا نسأل نحن الذي عاش الواقعة الذي عاش فيه زمن الإمام الحسين رضي عن الإمام الحسين اتبع الإمام الحسين أم لم يتبع الترضى على القاتلين أو ما إلى ذلك الحكومات وما حدث في ذلك زمن السؤال الذي نبدأ به وبعدين نتدرج أنه نحن في زماننا هذا أخلي عممها القضية كمسلمين أو غير مسلمين ممكن يسأل غير المسلم ولماذا الآن بعد مئات السنين ممكن أنا أسأل عن قضية الإمام الحسين غير المسلم خلينا نطلع شوي من الموضوع لسبب كأنما حادثة قتل الإمام الحسين كأنما ساهمت في تتيه أو إضلال الآخر حتى عن الإسلام يعني أنت ساهمت مساهمة داخلية يعني عند قصدك البعيد بعدت أكثر أنت بعد شوهة الصورة اختلفت عندنا ماذا يفهم القضية أصبحت بأنه هؤلاء يعني يدينون بالإسلام أنا سؤالي كان ممكن أن يجيزون على طيب راح نتدرج به استرعباس عفوا أنا أتوقف عند بعض الجزيات أنا سؤالي كان أنه باعتبار إحنا كشيعة أهل البيت نقول دائما ندعي أنه الإمام للعالم أجمع هذا وحد هذا أنا دخلت في خضية جدا مهمة باعتبار أنه هذا غرر وقع عالميا إحنا موضوعنا مختلف إحنا موضوعنا نقول بهذا المعنى بأنه تحديد موقفنا من الإمام الحسين هو اللي ممكن أن يحدد مصيرنا في الآخرة طيب يعني الآن أمام دم بهذا الوضوح أمام جليمة بهذا الحجم تجعلنا نعيد كل الحسابات ما هو الإسلام ما طبيعة الإسلام كيف ينتهي الإسلام بهذا الشكل علاقة الإمام الحسين برسول الإسلام ما هي ما الذي حدده رسول الإسلام ما الذي حدده رسول الإسلام للحسين عليه السلام فسنجد بأنه الإجهاز على الحسين هو إجهاز على الإسلام ورسول الإسلام فمعناها المسلم عليه أن يعيد النظر ما هي المناهج التي أوصلت في كل التفاصيل بكل التفاصيل يعني هو سؤال يوم القيامة سؤال مطول يعني أقصد بي مطول ماذا أعني تدخل بي في العمق يعني في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون إذن إحنا نحتاج نراجع كل تفاصيل الإسلام لأنه بالمناسبة هي القضية بسيطة يعني إذا دخلت لها بقلب سليم رح تنتهي نهاية واضحة لأن عندك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله تحدد المسار اللي من بعده كيف يكون قضية عاطفة وعدم لا لا قضية من كنت مولاه فهذا علي المولاه اللهم والي من وآله وانصر من نصره واخذل من خذله طيب أنت عندك تحديد للمسار الديني وللسلطة الدينية بعد الرسول باعتبار أن الرسول كان يشكل سلطة صحي الرسول في الدين سلطة بكل ما تحمله هذه الكلمة من تفاصيل طيب يعني بمعنى الرسول هنا كلامه ماضيا بأمر من الله على كل من آمن ولا توجد سلطة أعلى من ذلك وصلت مرحلة سلطة الرسول في الإسلام تحديدا يعني من الله في القرآن هنا اللي يؤمنون ليش أخاطب المسلم لأن غير المسلم أسرح يدخلك يقول لك طيب السلطة تكون بهالشكل حرية حتى من ندخل بهالتفاصيل اللي هي تفاصيل سائحة ومائعة وتريد فقط تشوش على الفكر نحن نريد ندخل بالقضايا الثوابت طيب أنت اليوم كمسلم تؤمن بأنه النبي أولى بك من نفسك صح لا توجد سلطة بعد للأعلى من سلطتي على نفسي سلطتي على نفسي بمعنى أنه أنا في داخل نفسي إذا أردت شيء فمعناها بالنسبة لي هو هاي الحقيقة هي هاي الشيء اللي محد يقدر يدخل أكوا علي يريد يدخل بيني وبين نفسي لا يستطيع صح أنا أرغب بأنه أشتري هذا الشيء يعني رغبتي وأمتلك المال فأذهب أشتريه محد يجي يقول لي ليش تشتري فقط سلطة شخص واحد هذا بالمثال طبعا اللي هو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني إذا قالي لا لا أبطل لا تشتري يفترض آني رغم رغباتي رغم هاي أتراجع فالقصد الآن السلطة اللي للرسول الأكرم نقلها بكليتها ألا استأولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم قال فمن كنت مولاه فهذا علي المولاه إذن حدد مسار المسار هذا منختل ماذا أنتج أنت لازم تسأل النتاج ما لكان على أعلى ما يكون من الظلمة يعني أنت اليوم من انحرفت عن هذا الطريق وصلت إلى المرحلة اللي أجهزت بيها على الولي المنصوب من الله ورسوله وهو الحسين أجهزت على أصحاب الكساء آخر من هو من أصحاب الكساء الإمام الحسين وأصحاب الكساء في حديث الكساء بأنه الله ما كان يخلق سماوات ولا أرض ولا كذا إذا مولي أجله في محبتهم فإذن أنت أمام مسألة كبيرة وكبيرة حقيقة فأنت لازم تعيد النظر وتبدأ تبحث وين توصلك النتائج أنت لتحدد مصيرك البحث كيف يكون سأل عباس دعني نرسم منهجية البحث أنا كمسلم الآن أسأل سأل عباس على الوهب الشمري اللي يقول لي أنت ستساءل عن قضية الحسين وقضية الحسين هي جوهر الإسلام والإسلام لا يكون إلا بمعرفة قضية الحسين وتحديد المصير طبعاً أنا أخوة مو أملي أنا بالنسبة لي أنا كيف فكرت يعني أنا أحد الذين سيسألون صحيح فمن أقدم يجوز أكو غيري أعماق وأعلى طيب يصل إلى المرحلة خطوط العام أنا من فكرت فكرت بطريقة أنه هاي الجريمة ما هي طبيعتها شنو هل هي جريمة مثلما قطع طرق شخص يريد أن ينهبك يريد أن يبق فلوسك شخص بينك وبين أثار بينك وبين عداء له هو صراء على السلطة فإذا كان صراء على السلطة معناها لازم تدخل في قضية الحاكمية نفسها في الدين وهل الله تركها بحيث تنتهي النهاية لو لا يعني هذا الصراء أو هذا البحث لا بد من أنه من البداية تحدد ما إحنا نعرف أنه البشرية بها هواي جراء بيها ناس مستطرقين ما يعرفون دخلوا بطريق طلعوا لهم قطع طرق قتلواهم وقتلوا أبناؤهم وراحة صح قضية الإمام الحسين هي قضية الطريق إلى الله من الذي يمثله لأنه الصراع مع الإمام الحسين هو صراع لأنه الشخص المختار من السماء يعني الإمام الحسين لو لا قيمته الدينية ووقعه في النفوس ما يتعرض الإمام الحسين لهذه القضية أصلا فعموماً أنت من تبحث إذن مثل هذه القضايا مو تبحثها باعتبار بأنه هذه جريمة حصلت في لحظة معينة وانتهت هذه معناها جريمة يراد منها تأسيس طريق للسلطة وإبعاد وإزاحة كل من له مشروعية لهذه السلطة فالبداية تكون ابتداءاً من أنه ما هي طبيعة السلطة في الدين الإسلامي لأننا سنكتشف أثناء البحث أن البعض سيقدم هذا التقديم يقول هو الحسين زاحم على السلطة يعني سيقول بأنه الإمام الحسين أصلا يزيد كان بوعة في الشام طبعاً بوعة في الشام باعتبار أنه معاوية أبوه أوصى له وجمع الناس وأخذوا البيعة يعني حتى هذه النظرة إذا أريد تكون موضوعي هذه النظرة تقول كيف يمكن أن تكون البيعة مشروعة الطريقة والآلية يعني هل يمكن للإسلام أن يتقبل البيعة لمجرد تلفظها حتى وإن كانت تحت السيف إذا كانت بالإكراه هل تمثل بيعة لأن الآن وصلنا إلى المراحل أيضاً الآخر كأنما هو يعني بعصبية معينة يحاول أنه حتى يقول إذا ما دام الإمام مثلاً بويع حتى ولو كان حفاظاً على دمه موعدنا إحنا المبايعة مولانا أمير المؤمنين بعد استشهاد الصديقة الزهرة من معاوية دزد رسالة يقول له كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش لتبايع يعني تسحب سحب بالقوة يريد أن يعيره فالإمام في جواب قال له وأما قولك كذا فوالله لقد أردت أن تذم فامتدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المؤمن من غضاظة أن يكون يعني يعني يكون مضطهد أو مظلوم في دينه فإذا من تبدي تبحث راح تكتشف بأنه كثير من القضايا عليك بإعادة النظر فيها الإسلام وصل إلى مرحلة بأنه الأشكال بدأت يعني تكون هي الأساس فإن تخذ البيعة من الشخص حتى ولو على رأسه السيف مجرد أن يتلفظها هو نفس بعض الأشخاص هكذا حتى من يتلفظها تحت القوة اعتبرها بعد خلاص كلمته وظهرت هي ما كذا لأنه عندنا في الدين مثلا أحكام معينة ما ممكن بأنه تنجز ما لم يكن هناك حرية في اتخاذ هذا الموقف بحيث حتى القرآن يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن يعني كلمة الكفر عندما تقولها أنت تحت الإكرار الله لا يعتمدها كلمة كفر فمن نواحي معينة عليك بإعادة النظر في كثير من القضايا الإسلامية والمفاهيم لكي تنقى من كل هذه الشحنات التي شحنت بها اعتمادا على البيئة وعلى المناهج وعلى التاريخ المزيف وعلى هذه الطنطنة التي تملأ الرؤوس في الخطب وغيرها وهي كلها يجب أن تضعها أمام دم الحسين لا يوجد شيء ممكن أن يقف أمام هذا الدم أنه أنت بالنسبة إليك قدمت لي مشروعا قدمت لي قراءة قدمت لي مفاهيم اعتمدت فيها من البداية على أنه الرسول الأكرم كل النصوص التي أطلقها أنت اعتبرتها نصوص اعتبارية لا علاقة لها بالسلطة لا علاقة لها بالحاكمية لا علاقة لها بشيء هي مجرد تعابير لكي تحب أهل البيت ولا علاقة لها في الواقع بأنه هم عليك أن لا تتقدمهم فمن هذه الناحية أنت عليك أن تعيد النظر تدرس دراسة صحيحة تفهم أنه هذه الجريمة معتمدة على الشرخ الذي حصل في الإسلام ابتداء ما أقول بعد استشهاد رسول الله ظهر بعد استشهاد رسول الله إذا رجعت رح تلقي علاماته وإشاراته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله بدأت تحاكي القضية إلى الدرجة اللي يقول لهم قربوا لي أكتب لكم كتابا لا يقبلون أن يكتب كيف تعالج مثل هذه الأمور أنت تريد تعالجها طبعا أي معالجة أنا باعتقادي أي معالجة ما هي إلا زيادة تلويث لنفسك بدم الحسين يعني كيف يعني المعالجات اللي أنت تقدمها من أنه هذه القضية حصلت وهذه حصولها ما كان كذا وحصولها هيك تبريرات وتبريرات وإعطاء مبررات هي بالنتجة أنت جايز ساهم يعني تأخذ من دم الحسين وتخلي على ملابسك حتى يبقى الأثر ما لا عليك وتحاسب به لأنه عليك أن تتبرر يعني لا يوجد أمام دم الحسين إلا التبرر أن تتبرر ممن ساهم في قتل الإمام الحسين سواء بالشكل المباشر أو بالتمهيد لأنه الانزياحات أحيانا يقول الله تبارك وتعالى الانزياحات أقصد بها أنه أنت تبتعد عن التوصية من البداية هذا الابتعاد يجر ويلات بعد ذلك أنت جوز تعتبرها هي قضية بسيطة اللي يسودها لكن مع التقادم مع ما يتراكم عليها أنت تتحمل التبعات مالتها لذلك الله تبارك وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة يعني أنتوا أكون تبعات معينة تصل مرحلة أنه بعد تغيير كامل يصير للمنظومة إذا تغيرت المنظومة وتغير الوضع وغيرت الزمان طبعا أنت من فتحت الطريق ضد أهل البيت بعد انتهى الموضوع هذا أعتقد يزيد نفسه قالها من أرسلها عبدالله بن عمار أرسلها رسالة بعد مقتل الإمام الحسين فقال له من عبدالله بن عمار إلى يزيد بن معاوية أما بعد فقد حدث في الإسلام حدث عظيم ولا يوم كيوم قتل الحسين يعني يحمله مسؤولية القتل ويقول له بأنها القضية كبيرة فماذا أجابه يزيد قال له من يزيد بن معاوية طبعا هو يمكن أن يلقب نفسه بالقاط إلى عبدالله بن عمار أما بعد يا أحمق فقد جئنا بيوتا مشيدة وسرورا منضدة ووسائد ممهدة فدافعنا عنها يعني أنا جئت لقيت ملك جهز بيوت مشيدة وسائد منضدة ودافعت عنها أنا جئت لقيت أبوي ملك وأنا ملكت فدافعنا عنها فإن يكل حق لنا فعن حقنا دافعنا وإن يكل حق لغيرنا فأبوك أول من استأثر بالحق عن أهله فإذا هذا نفس الخطابات التي موجودة عندك في تاريخ خلي تعيدك إلى القضية تعيدك كيف حصلت الزياحات كيف حصل الإبتعاد وما الذي جناه المسلم من هذا الإبتعاد إذن السؤال الأول السؤال عباس الذي واجب على الإنسان المسلم أن يطرح على نفسه وخصوصا في هذا الزمان الظروف المحيطة بقضية الإمام الحسين والأسباب التي أدت إلى مقتل الإمام الحسين حتى تتوضح عنده صورة يعيد الدذر في الإسلام المسلم عليه أن يبدأ بالسؤال حول الإسلام نفسه الإسلام نفسه أهل البيت اللي هم يشكلون قلب الإسلام لأنه عندك الآيات المباركة اللي ذكرت إنما يريد الله ليذهب عنكم الردس أهل البيت ويطهركم تطهيرها تعطي المكان الكبرى لأهل البيت حديث الكساء مرتبط بها قضية الصلاة على النبي وإياكم أن تصلوا عليه الصلاة الإبراهيمية اللي فالصلا اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذا كلها في الأدبيات الدينية أنه أهل البيت لهم هذا المقام تجي تنظر إلى أهل البيت الناس قد تلتهم وجزرتهم وأبردت برؤوسهم وحطمتهم أنت كيف الآن ما تسأل أنه ما هذا الإسلام كيف هم شخصيات ذولة اللي الإسلام نبنى عليهم واللي أصبحت طريقتنا إلى السماء مرتبطة بهم بالمناسبة إلى الآن الطريقة إلى السماء مرتبطة بهم حتى عند من لم يتبروا من أعدائهم ووالوهم موالات لنعبر عنها موالات اعتبارية يعني لقلقت لسان يعني كيف الآن الصوفية الصوفية عندهم القضايا المرتبطة بأهل البيت والأشعار والدروشة وكل هذه الأمور لها علاقة بأهل البيت وأصحاب الكساء أنت الآن كمسلم أنت تمتلك هذا هنا أنا موجود الله خاليك يا عقد أنت أول سؤال تسأله تقول طيب ذولة شنون مصيرهم هذا نسم هذا تقتل هذا ضربه بالمسجد حروب مالطوهم حتى مجال فاطمة الزهراء عمرها عشرين سنة وتلحق بأبيها ما الذي يحصل شن هذا الدين عيد النظر ما قلت شي فأنت عيد النظر أفهم الدين فهم آخر الفهم اللي يريد رب العالمين إلى مو الفهم اللي تتلقى من الأسرة أو من البيئة الفهم اللي تتلقى من البيئة أنت تتلقى الإسلام وغيرك يتلقى المسيحية وغيرك يتلقى الإلحاد الكل تتلقى من الأسرة أنت تحاسب الآخرين مثل المسلم من يتحدث يعني هو بينه وبين نفسه من يصول يقول هكذا يقول طيب هذا الإنسان مثلا المسيحي أو اليهودي ليش ما دي عيد النظر ويفهم القضايا هو ايش يفكر ليش ما تفكر بنفسك نفس الطريقة أنت عيد النظر في فهمك للدين الدين هذا إجا رحمة تجسد هذه الرحمة دينيا أدبيا من تجد تلقيها تلقيها بأهل البيت يعني أنت تجسد الرحمة الإلهية والتواصي كلها بأنه لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قيل له قرباي أم قرباك للرسول قال بالقرباي حدد لي ياهم عليون فاطمة الحسن الحسين ذولة هذه المجموعة شوف وين انتهت هذول القربة يعني لا أسألكم عليه أجرا بمعنى أنا كل هذا التبليغ وهذه الرسالة السماوية ما كو شي كافأة سولية شيء واحد أنه تودون القربة وهم جزروهم زينا هذا يعني هذا مو سؤال يستحق أن الإنسان يتوقف عنده ويعيد النظر يفهم شنو اللي يحصل بالإسلام كيف أنت توصل مرحلة نفس التوصية أنت تعكسها وتخليها تصير قضية معكوسة هذا الدين بهذا الوجه بهذا الشكل إذن دين حصل فيه كثير من التزييف وأنت ما المفروض كذات كإنسان هل ما علي بالمجموع المجموع لا يخاطر يعني المجموع دائما حتى تكون أكو فئة أو مجموعة معناها عدها تنظيمات معينة عدها أهداف معينة أهدافها عادة لها علاقة بمكاسب ومصالح دنيوية خارجية يعني عادة المجموعات بس الأفراد يفترض عوالمهم مختلفة ويحاولون أن ينبث قيدهم علامة الاستفامة والسؤال حتى تنقلهم إلى إجابة ينقذون أنفسهم حتى لا بينه وبين نفسه فلابده أنه عندما يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويجد بأنه الرسول في كل الكتب عندما يوصي هكذا أني تاركون فيكم ثقلين كتاب الله ثقل الأكبر وعترتي أهل بيتي أوصيكم الله في عترتي أهل بيتي يقول فيه بروايات فانظروا كيف تخلفوني فيهما أذكركم وأنصيكم عفوا أذكركم الله عدة ثلاث مرات فيها أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي طيب أنت كمسلم هالسن وجدت في هالزمن رح تنوجد بعد مئة قرن عين كان الوقت هالسن شنو تؤمن برسولي صيح أذكركم الله في أهل بيتي وتلقي الرسول أهل بيته تذبحوا وجزروا وبعد ذلك تريد تطوي صفحة وتتماشوا الوضع ومن واحد يجيبها أنتو تلطمونه وأنتو هذا والذكرون الإمامة هذه القضايا هي اللي أنا أتوقع بأنه على المسلم بأنه يرجع يسأل السؤال ويبدأ من بنية مرتبطة بمفهوم الدين نفسه يا الله يدخل القضية الحسين يحدد مفهوم الدين نعم قضية الإمام الحسين ما أسلة بس بعدين من يدي وقع هل هذه القضايا تعني بأنه أنت تتعايش مع دين حقيقي لو دين مزيف وأنت عاي في الدين الحقيقي أحسنت ووجدت مستر عباس وصلنا إلى اختام هذه الحلقة ونرجع وياكم إن شاء الله في الحلقات قادمنا نكمل ملف الإمام الحسين عليه السلام سؤال الله الأكبر في محاور متعددة جديدة إن شاء الله حياكم الله شكرا لكم وشكرا لكم الشهر الكرام على المتابعة والإصغاء نلتقيكم على خير في حلقات قادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة